بهمة مجموعة من السوريين المخلصين لوطنهم وقضيتهم أثارت حلقة برنامج تفاصيل التي خصصناها لقانون قيصر على مدى ساعتين الأسبوع الماضي الكثير من ردود الفعل داخل الجالية السورية في أمريكا التي عملت على دعم إصدار هذا القانون ورغم أن ذلك قد ينبع من رغبة الجميع بإظهار جهودهم إلا أنه يشير في الوقت نفسه إلى مشكلة تمس العمل الجماعي لدى السوريين وتجعل من الإنجازات العظيمة عرضة للمهاترات والدعاءات النجاح والشكوى من تهميش جهود البعض وتسليط الضوء على جهود البعض الآخر واليوم ما إن صدر القرار وتم التوقيع عليه من ترامب حتى بدأت الحروب واشتعلت الجبهات وتهافتت الاتصالات لماذا هم وليس نحن الكل يريد أن ينسب الفضل لنفسه البعض دفع آلاف الدولارات لحضور مراسم توقيع القانون والظهور والبروزة وآخر يفعل المستحيل ليقال إنه أسهم في هذا الإنجاز وثالث يصدر نفسه على مواقع التواصل على أنه صاحب الجهد وله الصدر دون العالمين والبعض سارع ودفع المال ثمن مقالة في جريدة لينسب له الفضل والبعض الثاني لم يرضها قليلا واشترى مقالة في جريدة أخرى ولو أن الأمر اقتصر على ذلك لكان هينا ولكن المناكفات الحاصلة أزكمت رائحتها الأنوف وقشعرت من معالمها الأبدان هؤلاء هم نخب السوريين يفعلون هكذا فلا عتبا على شبه أمي حظي بفرصتي رأي من خلف شاشة قبل عامين تقريبا أصدرت جامعة مونستر الألمانية دراسة تقول إن نصف السوريين المقيمين في ألمانيا يؤيدون وضع سقف لعدد اللاجئين وخلاصة هذه الدراسة أننا نحن السوريين نكره بعضنا البعض جنون لا تفسير له نحن السوريين بكل فئاتنا لدينا موروثنا السلوكي الخاص نكره زعامة بعضنا ولا نمانع زعامة الكفيل الأجنبي منذ تسعة أعوام لم يتوقف النظام يوما عن قتلنا ونحن لطالما طعنا بشرفائنا وخونا بعضنا نكره النظام ونعامل بعضنا البعض بأسوأ منه ويندر أن تسمع سوريا يأتي على ذكر سوري آخر بخير في كل يوم هناك هجوم جديد وهناك تشهير جديد ومشات وفرسان يجهزون جيوشا من الكراهية المتقابلة لا نقاشات ولا تبادل للأفكار ولا بحث عن حلول وتوافقات الشتائم والوعيد ينهمر من الشاشات الزرقاء في البيوت والبلاد البعيدة في الداخل والخارج والعدة جاهزة دائما عدة المفردات والاتهامات المتبادلة والرخيصة لتصبح شاشات الكمبيوتر منبرا لنا جميعا لنظهر ما نحن فيه من بؤس بؤسنا نفسه الذي يتابعه الملايين على صفحاتنا ويضعون علامات الإعجاب ويشدون عليه ليستمره وعليه فإننا نبارك للنظام فقد نجحت مدرسته بتخريج تلاميذ من الموالين والمعارضين أكثر كفاءة من النظام نفسه وأكثر إلغائية منه وأكثر تعدادا في الأفراء والعسس هي ليست عقدة ستوك هولم ولا عقدة الخواجة ولا جلدا للذات هي عقدة السوريين وهي مرض السوريين ولا نعلم نشكره أم نبغضه لمن أسقط ورقة التوت عن عورتنا؟